المكونات عندنا زبدة توم بصل اخضر فلفل اخضر جذر مبشور صبيت وعندنا ماجي صلصة ولمون وبابريكا وبهارات المأكولات البحرية وعندنا صوية اي نوع صوية انتو تحبوه بعد كده هنبتزي نقطع الصبيت لشرايح هنضيف التوم على الزبدة الزبدة سعارتها قليلة جدا لبتوع الضايت بعد كده هنحط الماجي على التوم وهنسيب التوم لغاية ما احمر بعد كده هنضيف بقى المكونات اللي هي عبارة عن بصل وفلفل هنسيبها لغاية ما تطر خالص ولغاية ما نحس ان هي كل المكونات هنبتزي نضيف الصلصة على الصبيت وعلى كده هنحط الصوية عليها طبعا ما ننساش اللمون الصوية فيها ملح واحنا قريدي حطينا ماجي في المكونات في العلبصل والجزر والفلفل فما نحطش ملح تاني ان كده تحدق الجامد معنا هنحط دلوقتي البابريكا والبهارات اي بهارات عندنا اي بهارات تحبوها حطوها طبعا يا البهارات جواف الفلسود وزنجبيل زنجبيل مهم جدا لمأكلات البحرية عمتا هنضيف دلوقتي الصبيت على المكونات هنقلب شوية لغاية ما كل المكونات تختلط ببعض بعد كده نسيبها ونضيف نص كبات مية ونقفل عليها ان شاء الله هتطلع احلى اكلة معاكم شكرا اشتركوا في القناة